في المرحلة الماضية كانت تستخدم المدنيين كدرع بشرية في مرحلة منع القوات الأمنية من التقدم الآن العملية اختلفة في عملية قتل المدنيين وخاصة المدنيين الذين يمررون معلومات القوات الأمنية أو المدنيين الذين يحاولون انفرار من الطوقة التي تقوم بهم عصابها داع الشرهابية وبالتالي تجهد إلى عملية القصف المكثف في موضوعة الهوانات باتجاه هذه الأحياء وباتجاه المدنيين والكثافة التي تواجدت بها المدنيين بشكل مباشر وبالتالي يعتقد عصابها داع الشرهابية أن وجود المدنيين هو عامل مساعدة في بقاهم في هذه المعركة